احمد وشاهده هنا بتقول لي ازاي كي احلى واجمل شيف لو سمحت يا شيف ليه لما بشكل العجين ودخله الفرن بيفرش مني وشكله بيروح وقال في شكر لحضرتك طيب هنا في حاجة بقى كده العجينة بالدرج بالدرج كده وبالكلام البلدي بتاعنا العجينة سايحة واللي مسايح العجين ايه؟ نسبة الدهون اللي موجودة فيها زيادة او ان انا عجنت وشكلت وسبت العجينة المعجنات بتاعتي خمرت زيادة عن اللزوم فخمرت قوي قوي ولما دخلت الفرن فرشت وساحت وبهدلت الدنيا فيفضل ان انا مطولش قوي التخمير التاني للعجينة لو بعد ما بشكلها ما سبهاش تقعد فترة طويلة قوي واسها عليها علشان اقول كل ما تخمر اكتر كل ما تبقى احسن لا هو بعد التشكيل يكفي ان انا خمرها كمان مص ساعة بس وبعدين ادخل الفرن وراعي كمية المواد الدهنية اللي انت بتحطها سواء زبدة او زيت في العجينة ما تكتر يهوش